اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب بفوز فريق باريس افسي ومواصلته صدارة دور الدرجة الثانية الفرنسي بشعار فيكتوريس البحرين مشير سموه الى ان فوز الفريق على بو افسي عزز من طموحات الفريق في الموسم الحالي واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد ان فريق باريس افسي وبشعار فيكتوريس البحرين يواصل الترويج لمملكة البحرين في الدوري الفرنسي وهو ما نطمح اليه ضمن رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين حيث تعتبر الرياضة احدى اهم الفئات المروجة ونحن حريصون على استثمارها بشكل مميز ووضح سموه ان فريق باريس افسي يسير وفق الخطة التي وضعها مجلس الادارة والجهازان الفني والاداري بتقديم افضل المستويات ومواصلة تحقيق النقاط بالشعار فيكتوريس البحرين سعيا لتحقيق الاهداف الرئيسية مبينا سموه الى ان جهود الفريق اثمرت عن فوز جديد وثلاث نقاط جديدة في رصيده عززت من موقعه في الصدارة وتمنى سموه شيخ ناصر بن حمد كل التوفيق والنجاح للفريق في مواجهاته القادمة ومتمنيا ان يواصل اللاعبون تقديم المستويات المتميزة هذا واستطاع فريس افسي من الفوز على بو افسي بهدف نظيف بعد مباراة مثيرة رافعا رصيده من النقاط الى 16 نقطة وعززا موقعه في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن نيور وبعد ختام سبع جولات حقق فريق باريس افسي خمسة انتصارات وتعادل في مواجهة واحدة وخسر في واحدة وسجل الفريق 12 هدفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر